أهلا وسهلا بحضرتكم من جديد إذن مستمرين بحضرتكم في متابعة هذه الأخبار وما يتعلق تحديدا بتطورات الأوضاع الخاصة بالقضية الفلسطينية طبعا في ظل استمرار للعدوان الإسرائيلي على غزة كان في مخاوف أو في أحاديث وتقارير كثيرة تتحدث عن قلق إسرائيلي من إدراج اسمها على القائمة السوداء للأمم المتحدة في ظل ترجحات بأنه أو ما يقال أنه أنتونيو جوتارش الأمين العام للأمم المتحدة سيقوم بإدراج إسرائيل في هذه القائمة وتحديدا تحت بند الدول التي تقتل الأطفال يمكن ده بيتردد دلوقتي وفكرة أنه الدبابات الإسرائيلية طبعا وصلت بالفعل إلى وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة القصف الإسرائيلي ما زال مستمر على منطقة تل السلطان في رفح بعد أقل الحقيقة من يوم على مقتل عشرات الفلسطينيين في استهداف للخيام للنازحين في مدينة رفح شفنا طبعا لقطات الحقيقة تدمى لها القلوب ويعني بيكفي أن احنا نعرف أنه هذه الخيام اللي كان بيحتمي فيها العائلات والأطفال والنساء أغلبهم استشهدوا حرقا من هذا القصف العنيف والوحشي خلينا نتكلم أكثر عن تفاصيل كثيرة تتعلق بهذا الموضوع وهذه القضية الهامة جدا مع ضفنا الصحفي الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم يا أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك يا دكتورة منا يعني مع كل الأخبار اللي بنسمعها ومع كل ما يحدث وقرارات المحكمة الجنائية الدولية محكمة العدل الدولية أحاديث كثيرة تتحدث أنه الأمم المتحدة ستدرج إسرائيل تحت بند قائمة الدول التي تقتل الأطفال كل هذا والجانب أو الكيان الإسرائيلي المختصب مستمر في عضوانه مستمر في الوحشية التي يقتل بها الشعب الفلسطيني الموقف النهاردة بيزداد سوءا بس بنرجع نفكر أنه تحرك القضية الفلسطينية على يعني أصعيدة كثيرة جدا منها تعاطف العديد من دول العالم اعتراف دول لم نكن نتوقع أنها تعترف بالدولة الفلسطينية مستقلة ده يمكن بيدينا شوية أمل يا أستاذ إسلام حضرتك شايف الموقف إزاي بالوقت؟ صحيح يظل الأمل قائم في الحالة الفلسطينية وحالة هذه القضية التي كانت تراجعت إلى الخلف بسبب أحداث عالمية كثيرة حتى على مستوى المنطقة والتغيرات التي شهدتها المنطقة من 2011 حتى وقت قريب وبالتالي يعني الأزمة الأزمة الآن أو الكرة الآن في ملعب سلطة الاحتلال سلطة الاحتلال التي تقصف والتي تقتل والتي تدمر والتي لا يعني تصم أزانها عن كل النداءات يعني من زعماء العالم من مصر من دول عربية من كل دول العالم حتى الولايات المتحدة الأمريكية عندما يتحدث جون كيربي أخشى على إسرائيل من العزلة يا سيدي لا تخشى على إسرائيل من العزلة ولكن أخشى على أمريكا التي فقدت مصداقيتها وبايدن الذي تمثله الذي تراجعت أسهمه في كل استطاعات الرأي طوال الشهور الماضية على مدار 8 شهور وبالتالي يعني أصبحت إسرائيل خلف القبان في كل المحافلة الدولية في الجماعة العامة الأمم المتحدة في المحكمة العدد الدولية أعلى محكمة في المنظمة الدولية في الجنائية الدولية التي طالب المدعي العام فيها بضرورة اعتقال هذا النتنياهو وجلنت يعني أعتقد بهذه الصورة يتعامل العالم مع إسرائيل الرئيس الفرنسي عندما يخرج بالأمس يتحدث عن تأجيل يتحدث اليوم عن بلغة أخرى بضرورة وهنا الجملة ضرورة إنهاء التأجيل الممنهج لحل الدولتين إذن التأجيل ليس من قبيل الصدفة هو تأجيل ممنهج هو تأجيل يتم هندسته يتم هندسته معرفة الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد لأن الضغط على الولايات المتحدة تريد أن يخرج نتنياهو وتخرج شرطة الاحتلال بأي مكاسب كانت ولا تريد حتى يعني أن الدولة الفلسطينية بكل قرارات الشرعية الدولية لإقامة دولة مستقلة على حدود 4 يونيو 67 لا تريد أن تضع هذا في إطار دولي يسمح للفلسطينيين أو أنهم يفكروا في أنهم حصلوا على انتصار أو سمار هؤلاء الشهداء اللذين بالألاف وبالتالي خليني أقول نقطة مهمة أول دكتورة منا أن الكلام عن الأكاذيب التي تخرج بها سلطة الاحتلال من حين لآخر وده اللي يهمنا أول في مصر وهي منها للمشاهدين في مصر فيه استراتيجية اسمها استراتيجية تصدير الأزمة لما حصلت تفان الأقصى السبع أكتوبر وبدأ العدوان العنيف الإسرائيلي ومصر بدأت تتحدث عن عقاب جماعي السيد الرئيس يتحدث عن عقاب جماعي من أول من سك هذا المصطلح هذا عقاب جماعي ويتجاوز فكرة حتى رد الفعل أو نوع من الرد على ما حدث وبالتالي جوترش الأمين العام للأمم المتحدة عندما خرجت التقارير من الأمم المتحدة تناصر الموقف الفلسطيني وتدافع عن الأبرياء تم استداف جوترش ووصمته إسرائيل بأنه معادل السامية صحيح واحد صحيح اتنين نفس منك تصدير الأزمة حصل مع الأنروا اتهموا عدد من العاملين في الأنروا بأنهم يدعمون المقاومة وشاركوا في أكازة صحيح وبالتالي يتم وصم كل منظمة الأنروا التي تعمل لعشرات السنين في عملية الإغاثة وتوزيع المساعدات على الأرض ومقدموش حتى ولا دليل على ادعاءتهم دي ولا أي دليل حتى الأسماء اللي تم اتهمها من جانب سلطة الاحتلال الأنروا سرحت هؤلاء ثلاث أشخاص وبالتالي كان نوع أيضا من تصدير الأزمة تصدير الأزمة مستمر تجاه مصر طبعا طبعا لأكتر من سبب وإحنا كلنا كمصريين عارفين بقى طبعا كلنا حفظنا بقى نقدر نرد عليهم وعلى ادعاءتهم وأكاذبهم كل هذه الأباطيل أنت تفتح المعبر طوال الوقت فيتقال أنك أنت أغلقت المعبر وبيدن يثمن الدور على الدور المصري في فتح المعبر وإدخال المساعدات وتحملها المسئولية ودعوتها لقمة القيرة للسلام واتجاه كل ما قامت به مصر وكان فيه رد فعل إيجابي من دول العالم وعلى رأسها الرئيس الأمريكي ثم يعود الرئيس الأمريكي نفسه ليقع في خية تصدير الأزمة على الطريقة الإسرائيلية مصر تغلق مع بالرفع كلام يعني لا يعقل بعد الإشادة وهكذا وما يحدث الآن من اتهامات سواء المخبرات العامة المصرية واستهدافها لأنها قدرت أنها تصل إلى المحطة قبل النهائية لتوقيع اتفاق هدنة فيتم وصم بأكاذيب أخرى الآن يتحدثون عن وجود أنفاق وجود أنفاق لن يملوا من تكرار الأكاذيب هم أستاذ إسلام هنحسأل حركة السؤال والله بجد وحستخدم اللغات نحن لدرجة مش حطرح السؤال في شكل يعني الشكل الإعلامي واللغة العربية الفصحة يعني هم مش حاسين أنه هم مكشفين قوي أستاذ إسلام يعني هم زي محرك بتقول كده وعملين بنفند لهم الحاجات شوية أصلنتم اللي قفلين المعبر وإنتم اللي مسؤولين عن عدم انفاذ المساعدات وشوية أصلا فيه أنفق عندكم بتساعد المقاومة وشوية أصلا إنتم المسؤولين أن الاتفاقيات ما نكحتش يعني هذا الكم من الأكاذيب هم مكشفين قوي فاند يعني هم عارفين كده ومكملين ولا هم ده كله لإطالة الأمد زي ما حتى يعني مصادرنا الرسمية بتقول كل اللي بيعملوه ده قصدين بإطالة أمد الأزمة أو زي ما حضرتك استخدمت المصطلح ده تصدير الأزمة بشكل مستمر طب هم حيوصلوا لإيه في الآخر فاند أحدهم الذي يرتدي بدل عسكرية والعسكرية براء من هؤلاء جميعا يتحدث للفلسطينيين في قطاع غزة أو في رفح اذهبوا إلى المخيم إنه هناك الحياة وهناك الخدمات وهناك المواد الإنسانية إنه آمن وأنه آمن ثم يتم قصفه يتم قصفه بهذه الطريقة الوحشية والعشرات يستشهدون تصدير الأزمة لأنه كان هناك اتنين من المقاومة يختبئون وسط المدنيين أين القانون الإنساني؟ أين القانون الدولي؟ أين قوانين الحرب؟ طب الأطفال اللي اتحرقوا دول زنبهم إيه؟ يعني نحن نتعامل مع أرعن فقط عقله فقط صوابه لا يدرك ماذا يفعل تقريبا ولا أدري لماذا يتم يعني 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 إلى أي مدى يمكن أن تتحمل أمريكا الضغط العالمي إلى أي مدى إلى أي مدى يمكن أن يتحمل الرئيس بايدن والبيت الأبيض بشكل أساسي يعني ما يجري بيرس مورجان في فيديو بيتنقله الملايين الآن كان يدفع عن أن إسرائيل من حقها الدفاع نفسه الدفاع نفسه الآن يتحدث عن أن قتل المدنيين غير مبرر ولا يمكن الدفاع عنه صحيح صحيح يعني ماذا تبقى؟ يعني لما نحط فيديوهاته في أول الأزمة بعد 7 أكتوبر بأيام أو بأسابيع قليلة ثم ننظر إلى فيديوهاته وهو أحد المدعين المشهورين جدا طبعا في العالم وله ملايين من المتابعين لا هو نفسه فيه تغيير في الموقف كان الأول كل ما حد يتكلم معي يقول له هل تزين حمس؟ هل تزين حمس؟ نهاردة فيه تغيير حتى في طبيعة الأسئلة اللي بيسألها للضيوف أنه مذنب المدنيين الذي يحدث هو إبادة جماعية المفردات نفسها تغيرت في الخطاب الإعلامي يا أستاذ إسلام شوفي حضرتك حفنة من المتطرفين يحكمون وبالتالي لا يمكن توقع يعني هو يدافع عن فشله بمزيد من الأعمال التي تفضحه وتفضح يعني المضحك أن إسرائيل تقدم نفسها لأنها دولة ديمقراطية الأولى أو الوحيدة الوحيدة في منطقة شرق أوسط في العالم بقى يعني ما فيش مشكلة على ذكر يعني هم متى صدقوا يا أستاذ إسلام خالص ولا ينفع أن نسمع لهم لكن هقول حاجة ربما تكون كاشفة قوي إصرار نتنياو على إعفاء المتشددين من التجنيد ده مؤشر مؤشر على أنه يخاطب المتشددين في داخل الحكومة وخارج الحكومة وبالتالي اتسع مساحة خطاب الكراهية لدى هذه الحكومة فكرة يعني حتى جنس لما بيضغط على نتنياو ويقوله أن 8 يونيو أنا هستقيل إذا لم يكن هناك خطة أو استراتيجية للتعامل مع غزة وضروري تحرير الرهائن والجميع الجميع في الداخل الإسرائيلي وحتى علفاء إسرائيل وكل المحللين يؤكدون أنه هناك حالة فشل زريع في تحقيق الأهداف التي أعلن عنها ورغم ذلك هو محتفظ بمن بالمتطرفين لأنه من الأساس يتحدث دائما بلغة التطرف أنا من يدافع عن أمن إسرائيل أنا من استطاع أن يوقف عجلة المفاوضات طوال سنوات وبالتالي لن نجلس على مائدة أمامنا فيها فلسطينيين نتفق فيها على سلام دائم وإقامة دولتين وحل الدولتين هو يتباهى بهذا الأمر فلا يمكن أني على شخصية بهذا التفكير وبهذا المنهج الدموي أن نراهن على أنه يستمع لأحد أو لا يملك أحد سوى البيت الأبيض أن يجبر إسرائيل على التراجع وأمريكا أديرت كثيرا الولايات المتحدة الأمريكية هي عمرها ممكن تحصل يا سيد إسلام ممكن نسمع في يوم الأيام أنه الولايات المتحدة الأمريكية أجبرت إسرائيل على التراجع ووقف إطلاق النار والاعتراف بالدولة الفلسطينية وحل الدولتين لم يحدث من قبل وبالتالي لا يمكن أن نراهن على الموقف الأمريكي أن يكون موضوعيا أو أن يكون عادلا أو منصفا أو كذا أمريكا تجعل من نفسها يعني في جانب والعالم كله في جانب آخر حتى لتحضل أوروبية حضرتك قلت أسبانيا وأيرلندا والنرويج وفي الطريق الكثير ودول أمريكا اللاتينية والدول الإفريقية والدول الأسيوية الصين وموقفها وروسيا وموقفها صحيح القوى العظمى طب بالحديث مع الشعان الدول الأوروبية البعض بيشوف أو بيقول أنه نتانياهو ومن معه جن جنونهم بعد اعتراف أيرلندا والنرويج وأسبانيا بالدولة الفلسطينية كدولة مستقلة بصفة عامة يعني ولكن تحديدا الغضب الإسرائيلي كان تجاه أسبانيا ليه يا فاند؟ لا هو أسبانيا بتقود للتحاد الأوروبي وكان لها موقف قوي جدا عندما حضر رئيس حكومة أسبانيا بيدرو سانشيز مع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحدث عن ضرورة الإعلان عن أو الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة حتى من جانب واحد وذهب إلى الاتحاد الأوروبي وبدأ يتحدث مع أعضاء الاتحاد الأوروبي وهو أول من أعلن هذا الأمر وتابعته حكومات أخرى وبالتالي هو يقود هذا الموقف بحكم أنه رئيس كان رئيس للاتحاد الأوروبي بلجيكا واخد موقف إيجابي جدا من القضية البرازيل في أخبار أنه البرازيل صحبت سفيرها من إسرائيل في حالة غضب عالمي مما يحدث في غزة من كل هذا الاعتداء والعدوان لم يرى العالم حقيقة الأمر إلا الآن إلا في الثمان شهور الماضية حقيقة إسرائيل حقيقة المظلومية حقيقة من اعترض على أن إسرائيل يجب أن توقف قتل المدنيين والأبرياء ومعادلة السامية بدأ أمام العالم كله يتكشف هذا الأمر وبالتالي النخبة في الغرب الإعلام في الغرب المحاكم الدولية زي محرد ذكرت والمحاكم الدولية والمحافلة الدولية كلها في حالة إجماعة على إسرائيل إسرائيل في جانب معزولة وده من يعني جون كيربي اللي بيصف هذا الأمر مش بس دلوقتي على فكرة هم على مدار الشهور الماضية قالوا أني إسرائيل سوف تعاني من فقدان حلفائها حليفا تلو الآخر والآن هي تدفع تمن هذا وأعتقد أنها ستحتاج سنوات كثيرة جدا لكي تحسن من صورتها أمام العالم كدولة تدعي أنها ديمقراطية كدولة عدد المستوطنين الذين يتسلحون يتضاعف خاصة فيما تعلق بالمستوطن من الضفة الغربية واعتداءتهم وتخربهم وتدمرهم واستلاءهم على منازل حتى كده بتفتح جبهة نار أخرى فيما تعلق بالداخل الفلسطيني صحيح أضيف حضرتك بقى على الحدود اللبنانية كيف الوضع كيف الوضع بالنسبة للملاحة الملاحة بالنسبة لعالم كله وهي مسألة يعني تعني العالم كله ورغم ده لا نجد عاقل لا نجد عاقل في الحكومة يتحدث بدبلوماسية حتى المصالح حتى بفكرة المصلحة حتى بلده يعني أو هذا الكيان الاستحواز على الأرض والاستلاء على الأراضي وتهجير الناس والمخطط مستمر بكل الطرق صحيح بكل الطرق في هناك إصرار على أن القطاع تكون هناك استحالة الحياة في القطاع يعني حتى لو لو يستطيعوا التهجير القصري ولا الطوعي فتبقى حالة أعتقد أني الوضع والضمار اللي حصل في القطاع رهيب ويعني ومؤلم وموجع لكل العالم وكل من يحمل ضمير إنسان نعم يعني أعتقد أعتقد أني يعني أقول جملة يعني أنا عارف أن الوقت مصر لا تتعامل مع القضية بفكرة ردود الفعل على الحمقات أولا مصر تتعامل باتزان شديد جدا وبتعقل شديد جدا وقادرة على حماية أمناها القومي نعم لازم كلنا كمصريين مقتنعين ومتأكلين عن السلام للجميع والتهدئة في المنطقة نعم أنا بشكر حضرتك جزير الشكر ضفنة الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك